أخوكم توفيق من قناة بذرة يرحب بكم في حلقة جديدة مفيدة سنرى فيها طريقتان لزراعة الورد وكما تشاهدون لدينا هنا أغصان الورد لمحب الإكثار الخضري ولدينا البذور لمحب الإكثار بالبذرة فرجة ممتعة والبداية بالبذرة هذه بذور الورد إما أن نشتريها أو أن نأخذها من النبات نفسه بين يدي الآن ثمار الورد وهي طبعا الظهور الميتة والذابلة أي عندما تنضج تتحول لهذه الثمار اللون وكما تلاحظون بالأخضر هنا ما زال غير صالح لاستخراج البذور إذن نتركها في النبات أي لا نقطفها بل نتركها في النبات ولا نقطفها إلا بعدما يتحول لون هذه الثمارات من الأخضر للون البرتقالي حينها ننزعها من النبات وتكون جافة ومتجاعدة شيئا ما نفتحها بسكين بهذا الشكل وسنجد البذور بداخلها بعد استخراج البذور نغسلها ونزيل اللب حولها ونجففها في الظل المرحلة الثانية وهي الاحتفاظ بالبذور لشهر ونصف أو شهران في الثلاجة أي أن البذرة لا بد أن تمر في ظروف باردة ورطبة لكسر طور السكون لذلك نتركها في الثلاجة لأسابيع داخل كيس بلاستيك ومع بداية فصل الربيع نخرج البذور من الثلاجة حينما أو حينها يكون الجو مناسب للزراعة البذور التي نشتري من المتجر قد لا تحتاج للمطابقة وتكسير طور السكون لذلك تأكد من هذه النقطة قبل الشراء واستشر مع البائع الخطوة الثالثة والأخيرة قبل الزراعة وهي تقليل التعفونات بنقع البذور في محلول بيروكسيد الهيدروجين أو بيرمينغانات البوتاسيوم أي حسب المتوفر عندك وتحدثنا عن بيروكسيد الهيدروجين وبيرمينغانات البوتاسيوم الروابط سأتركها لكم أسفل هذا الفيديو هذا أصدقائي بيروكسيد الهيدروجين وهذا بيرمينغانات البوتاسيوم نتركها لمدة 15 دقيقة قبل الزراعة الثربة الخفيفة والغنية بالمادة العضوية ضرورية لنجاح البذرة استعمل أي خليط بشرط أن لا يكون ثقيل ومتماسي أول خطوة هي ترطيب التربة ليس ترطيب بل غمر التربة جيدا بالماء ثانيا نأخذ البذرة ندخلها بعمق واحد سنتيمتر في التربة بعدها نغطي الوعاء بورق السلوفان الشفاف أو أي شيء آخر يوفر الجو الدافئ للبذرة سأختار الآن مكان داخل البيت به إضاءة قوية ساطعة لأضع فيه الوعاء بانتظار الإنبات بحول الله ونذكركم أن نسبة نجاح البذور تكون قليلة جدا بنسبة تقريبا 30% لذلك نصيحة قناة بذرة وهي أن تزرع عدد كبير أو كثير من البذور وسنرى بعد قليل النتيجة لكن قبل ذلك نمر الآن للطريقة الثانية وهي الإكثار بالأغصان سأختار غصن واحد لنعمل عليه اخترت هذا عقلة بعمر سنة بطول 15 سنتيمتر قطعتها من الشجيرة في آخر الشتاء وممكن طبعا طيلة فصل الربيع نأتي هنا مباشرة أسفل البرعم ونقص بشكل مستوي ثم نزيل القليل من اللحاء كما تشاهدون ونأتي أعلى الغصن ونقصه مائلا ويفضل تقطير الشمع أعلى الغصن لنتفادى مشاكل التعفونات وغيرها إذا كان لديك هرمون تجدير فهذا جيد عسل وقرفة أفضل بديل هرمون تجدير طبيعي أنا استعملت هرمون كيميائي ولكم الإختيار ودائما تربة زراعية خفيفة غنية بالمادة العضوية لتسهل على العقلة تكوين الجذور نضع العقلة في التربة وطبعا لا بد من إدخال على الأقل برعم أو إثنان وهذا أصدقائي هو البرعم بعد إدخال الغصن بقيت أهم عملية وهي تغطيته كما فعلنا للبذرة وأيضا وضع الوعاء في إضاءة أو في إضاءة قوية ساطعة ولا نضعه في الشمس المباشرة وسنرى الآن نتيجة البذرة بعدها نرى نتيجة العقلة الحمد لله بعد مرور شهر ونصف نعم أصدقائي شهر ونصف لأن إنباث بذور الورد يتطلب بعد الوقت المهم العملية نهجحة وقد تصل من مدة الإنتاج حتى تلاتت أسابيع الأوراق الخفيفة ظهرت أضفت دفعة أولى من سماد نباتي وبدأت أعرضها للشمس وأشارك معكم بحول الله التزهير فقط تابعونا أما العقلة فأكيد أنها ناجحة بحول الله سنزيل الآن الغطاء أو الغطاء ونرى رائع نجح التعقيل وظهرت البراعم والأوراق الآن سأزيل نهائيا الغطاء وسأبدأ في تعريضها لشمس مباشرة وسأعطيها دفعة من سماد عالي الفوسفور لتقوية الجذور وهي أساس وأهم شيء في النبتة في بداياتها متابعي قناة بذرة ألا نستحق منكم بعد هذا المجهود ولو زر إعجاب أعرف أنكم تحبون بذرة وستفعلون ذلك إذن فعلنا كل الخطوات التي مكنتنا من إنجاح العقلة ولا تنسوا أيضا تشميعها من الأعلى كما هو واضح في أو على الشاشة إذا كتبت في تعليق كلمة بذرة فسنعرف أنك متابع وفي وأنك شاهدت الحلقة حتى النهائح لا تنسوا أيضا أصدقائي متابعتنا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي وندقر من بينها الأنستغرام والتيك توك وتويتر وكذلك صفحة بذرة على الفيسبوك أصدقائي في إطار تحسين جودة القناة أتمنى منكم أن تدعموني فقط بترك تعليق أسفل هذا الفيديو تتركون فيه آراءكم أو اقتراحاتكم وكذلك انتقاداتكم للقناة حتى نعمل سويا على تطوير هذا المحتوى وتقديم محتوى أفضل مما تشاهدون وصدقوني أني أبدو كل ما في جهدي لإصال المعلومة ببساطة لكل متابعين الكرام أينما وجدوا لن أطيل عليكم شكرا لوفائكم لقناة بذرة دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر